أهلاً بكم أصدرت دائرة المسابقات التابعة لاتحادي كرة القدم جدول مباريات بطولة الدرع أولى بطولات كرة القدم لموسم 2020 وستفتتح المباريات في الثامن والعشرين من هذا الشهر بمشاركة 12 فريقاً من أندية المحترفين وتم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر كل مجموعة إضافة لأفضل فريق يحصل على المركز الثاني للدوري قبل نهائي وسيلتقي أول المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثانية وأول المجموعة الثالثة مع أفضل فريق حاصل على المركز الثاني عدي إلى العرسل العرسل يعكس كرة والهدف الثاني جول أشار التقارير صحفية كويتية أن نادي نصر الكويت يضع لمسات نهائية لضم اللاعب الدولي بهاء عبد الرحمن الذي فسخ عقده قبل أيام مع ناديه السابق أحد السعودي وبحسب هذه التقارير فإن إدارة الفريق الكويتي تفاضل في الوقت الحالي بين البرازيلي أندرسن والغاني روبن للاستغناء عن أحدهما وتسجيل بهاء عبد الرحمن بديلا عنهما يذكر أن بهاء عبد الرحمن يعتبر أحدا من العناصر المهمة في تشكيلة المنتخب الوطني وسبق له أنخاض أكثر من تجربة احتراف في الدوريات الخارجية يلتقي غدا الوحدات مع الأرتدوكسي في ثالث مباريات سلسلة نهاء دور كرة السلة لموسم 2019-2020 وكانت المواجهة الثانية بين الفريقين قد انتهت لصالح الأرتدوكسي ليتعادل الفريقان ولكل منهما انتصار واحد سيدخل الفريقان لقاء وعينهما على تحقيق الفوز من أجل التقدم في هذه السلسلة التي تتكون من سبع مواجهات الفائز في أربعة منها سيتوج رسميا باللقب ترجمة نانسي قنقر